صيارو بص يا فن دايماً لنحب بإيه مباليونسكي في كلاسي في كلاسي وراء في أهو عادي بس كلا مباليون في أهو مباليونسكي فأنا افترض ان احنا بنبيع بفيع سيارات فممكن حضرتنا اكتباع السيارات ديت بنفع أو ايه أو تصار دايماً ايه دايماً يعني مسلا وانت بتبني عمارة بيبقى فيه حاجة اسمها الأساسات وبعد كده بقى تحط زرع تعمل آآ إزاز دي كماليات لكن فيه حاجة اسمها ليه الأساسات فاحنا بيع الأصول السبتة ليه أساسات الأساسات بتاعت كاش كاش قلنا دا اللي هو ايه مجمع طيب يبقى انا فيه عندي اساسات الاساسات اللي بتكتب فوق الكاش والاكيوميلياتي دي بريشيشن دول اساسات يعني دول سواء بتكسب بتخسر رب خسارة لازم اللي كنين دول يتجلبوا ايه فوق ونت بتاعت اسم الحاجة اللي انا باعتها فانا هنا باعت ايه يبقى هت بتاعت كلمة طب لو ببيع مباني يبقى تبتاعت كلمة لو ببيع آلات يبقى تبتاعت يبقى تاعت بتكتب اسم الحاجة اللي انت ايه باعتها دول كده اسموه من ايه اساس القيد زي اساس العمارة الحديد والزلط والرب دول فيهم مشكلة يبقى الاساس بتاعي فوق كاش والاكيوميلياتيب وتاعت كلمة مسلا كارز او بيلدينج او اي اكيان هيتفضل عندك حاجة بقى اللي هي كماليات العمارة اللي هو الزرع الزرع بتاعنا يا ربح يا ايه يا صار يا فاندم لو ايه يا ربح نكتبها تحت جين جين الجين اسمه ربح ييجي فين ييجي تحت طب لو هي خسارة يبقى اسمها لوس واللوس بتتكتب فين فوق يبقى انا عندي الحاجات اللي هي كماليات الايه العمارة الزرع اللي هي يا كلمة جين يا كلمة لوس والله لو طالع معاك ربح يبقى اسمه جين وييجي في جانب اله اللي هو الده لو طالع معاك خسارة يبقى اسمها لوس وتيجي معايا في الديبت اللي هو الايه المدينة. طب انا بقى ازاي بحسب الربح او الخسارة دوت? ازاي بحسب الربح او الخسارة? طبعا ربح او خسارة هاعرف منين? وانت بتحسب على الالحاسبة. لو انتك طالع بالموجب يبقى ده ربح. لكن لو طالع بالسالب يبقى ايه? خسارة. طب الربح او الخسارة بيساوي ايه? سعر البيع ناقص وافتح كده. التكلفة ناقص مجمع الايه? تعال كده اديك مثال بالايه? بالانجل. هنقول مسلا اكس واي اكس واي زل. بيرشيز. احاول ارميلك في التمرين ده كل حاجة. بيرشيز. اكويت بنت. اكويت بنت. اشتارت. اشتارت قليت. قليت او معدلت. باي مسلا تمانين الف جنيه. تمانين الف جنيه. انت بي. بي. عشرين الف جنيه. جنيه. انستوليشن. فيزا. اللي هي مصاريف تركيب. انت. عشر تلاف جنيه. مينتنانس. سيوم. سيوم. حلو او. كمان قال لي. وقال لي ايه? قال لي زي. اكيوميليتل. اكيوميليتل. ديبريشيشن. اللي هو مجمع الاهلاك. هنفترض انه هو باربعين. الف. باربعين الف. وين. سيوميليتل. باي. مسلا هنقول اه. مسلا مسلا خمسين نعمل. خمسين نعمل. حلوة. تعال لها كده ايه? من الدرج من الجملة. بيقول لي ايه? اكس واي زي. بشيز اشترك. ايكم من. الاب ومعدات. باي بمبلغ يعني تمانين الف جنيه. دفعت او سددت. عشرين الف جنيه مصاريف تركيب عشان الالة دي. ما انا مش عارف ركيبها لازم ابيك حد يركبها دي. قال لي ايه فان اتفطط. مش قلت لسه قاعدة من شوية. طيب. فالراجل بيقول لي دفع عشرين الف جنيه اللي هي مصاريف تركيب. وعشر تلاف جنيه مينتنانس. مينتنانس يعني الصيانة الدورية. عمل معاخد الصيانة. زي بيقول لي مجمع الاقلاق بتاعها اربعين الف. سوف تباع سوف تباع بمبلغ كام? خمسين الف دولة. تعال انا نمشي كده حاجة حاجة. اولا لو انا عايز اعرف منك احسب القوص. القوص اللي هي تكلفة الالات دي. لو تفتكر تكلفة الالات دي عبارة عن سعر الشرق. زائد المصاريف التي تفع مرة واحدة فقط. سعر الشرق اشتريتها بكام? والحاجة اللي انا هدفعها ايه? مرة واحدة بس. انا اشتريتها بتمانين. يبقى انا كده معايا التمانين انا. دفعنا مصاريف تركيب. هي مش كل يوم هنركب الالة دي. هي الالة دي لما هيجي هيركبها لك مرة واحدة بس. لما بيجيب تكلف جديد الراجل بيجي لك يقول لك مرة واحدة بس. مش كل يوم هتقول له تعالى نركب للتكيب. يبقى دي هتتصرف مرة واحدة. طيب. عشر تلاف جنيه من تنمس اللي هي الصيامة. مرة كل سنة تصل لهم يا جماعة تعالى نعملوا الصيامة للتكيب. يا دي بيدي مبلغ ايه? متكارب بدي مش معانا. يبقى دي ما تخشش معايا في حزبة ايه? اركز. يبقى انا كده اركزت بتاعتي مئة الف جنيه. صعب اقول مطلوب. ده الجامل جديد. لو في ضرية بتجمعها. لو في ضرية بتجمعها وانت كل يوم هتدفع عليها ضريبة. هي تدفع مرة واحدة بس. طيب ده كده اول مطلوب. طب المطلوب التاني جيت قلت لك كده احسب لي هل في جيل. دكتور تخليك كده ما فوق عشان الروس عالي اوي. امسح اللحة اللي هناك جيت. على كده اينا في الوسعة. ايه? دي قلت لك كده احسب لي في المطلوبة قبل اتنين. يا طرى في جيل ولا لوس. يعني في ربح ولا خسار. طيب. القرون بتاعي عشان احسب الربح او الخسار. بنقول سعر البيع باعت بكام? ناقص وافتح كده. التكلفة ناقص مجمع. طعلا نعود. سعر البيع هو قالك سوف تبايع. هتبايع بخمسين الف. قالك كده معي. سعر البيع خمسين الف. ناقص. التكلفة اللي هي. احنا لسه حاسبين القوز دينا بكام? بمية. يبقى انا كده عندي القوز بمية. اللي هو مجمع الاقلاق. فالراجل ما اديك اكيوميليت باربعين الف. حضرتك احسبها على القلة الحزبة وقول للناتج. ويا ريك تفتح اقوات زي ما انا عامل كده. يعني اتزل بفتح المصال. هتلاقي القلة بتزمر منك ومطلع لك الناتج بالسانب. سانب يعني لوس الخصارة. الخصارة يا فاندل بتيجي فين? فوق. لكن لو ريب حييجي فين? فوق. كده انا جاوبت المطلوب التاني. انا كسبت وانا اخسر. تعالا بقى نعمل المطلوب التالت لو طلبوا منك كيد اليومية. كيد اليومية اللي هو اسمه جورنال انتري. قيد اليومية. حضرتك قلنا في اساسيات للعمارة اللي هم فوق كلمة كاش وكلمة دي سوابت. يعني انا حكي فوق كلمة كاش وكلمة دي السوابت بتاعتي. وقت بتاحت اسم الحاجة اللي انا ببيحها. انا هنا كنت شاري كارز ولا ايه? يبقى قدت بتاحت كلمة ايه? ايه يا فاندل صح? انا بس ببدأ بايه? باساس العمارة. بحط الاول اساس العمارة. اساس العمارة الكاش والاكموليتد وتاحت اسم اللي ايه? واسم الحاجة بتاعك. هيتفضل بقى يا كلمة ربح يا كلمة خسارة. لو هي طالع معاك بالموجب وربح يبقى احنا لكتب كلمة جين تحت. لو طالع معايا بالسالب وخسارة يبقى انا بكلمة لص ايه? فانا طلعت معايا صارى ايه بانا عقلق لص هنا فوق. في مشكلة في عمل الكتب. ايه? من الحركة اللي ابيان. كده الحد بقى في مشكلة? عايزيننا يا ربان نحط الفلوس ازاي? يعني احنا عملنا القيب. بس نرص الفلوس ازاي? ايه. اسهل حاجة الى قلبي وقلبك الخسارة. ما ارقامها جاهز او? بعشر تلاف جنيه. طب دي نقرأ. تاني حاجة لا تاني حاجة اسهل لقلبي وقلبك الاكيوم الليك انت برشاشين. صح? مش هومي بدولك يبادك كده باربعين قلبي. مش ببقى عمدك الكاش الكاش ابضت كام. انا هنا الكاش بيكون بسعر البيع. فانا هنا بعت الكام بخمسين. يبقى الكاش يا فندم بيكون بسعر البيع. اللي هم خمسين الاف. طب والاكوب منت يكون بسعر التكلفة. التكلفة كانت بيجاب بمئة الف ايني. يبقى حتى انت لو عايز نبقى كتبها قدامك. الكاش بنحط معاها رقم سعر البيع اللي هو السيلي. لكن الاكوب منت او الكار او التراكس بنحط معاها الكوست اللي هي الايه? التكلفة. صعبة? فيها اي مشكلة فاندم. اوه. واحدة تاني. واحدة تاني. واحدة تاني. واحدة تاني بريم. اوه بعيد اوه. بعيد اوه. ايه. اوه إساة تاني. اوه انا يجب كل واحدة الواحدة هيطيك المعرمات دي ويقول لك كدل يومي فانت عشان تعمل كدل يوميين هازم تعمل الطاقة يعني هازم تعرفي فيه مكسب والله حصوها فانت عشان تعمل لله دي لا تعمل خلال بس حالة مبتين الاجهة هتفتكي طب ما ممكن نصورها يعني اسهل عشان عالم ملكي بيتبتينها وخلاص يعني مش لما نصورها مش عارف مش عارف مش عارف ولا مش عايز مصور ازاي حطت البتاعة لاتداخل الناس يعني حدى عليكم صور انت ما انتم عاك تريفون ده حسن خطينهم انا بعلينا يستيب تغيرت يا يستيب خلاتي بجنب جاي وصور الناس اللي ما فاهمتش ان العيدة عالتمرين ده كمان او بيكا بيكا برشيش كارس عربيات بايت مية وتمانين الف مش بواصفة بمبلغ هي باي دي ممكن تبقى بواصفة صح بس هنا قلنا في الانجليزي لازم اخد الحق على رادي باي مية وتمانين الف بايت باي دفع دفع عشرين الف بني انشيورانس وزن 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 طيب ان بي لاستاذنا اللي عايز التاكس اهو بي تاكس عشر تلاف جيل عشان هيا باكون حالة طيب تماني قال لك كده ان وين لا هو انت كل يوم هتشتري نفس العربية لا 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 في الحاجة اسمها هي الضرايب مرة واحدة ضريبة دي ترخيص انا بس اتتكلم على الضريبة وانت بتشريه اللي اسمها ضريبة المبيعات او ضريبة الوكيمة المضاع اللي بيدفع ده اللي بيدفع ده اللي بيدفع كل سنة المباني الشواء والحاجات دي بيدفعنا دروي لا 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 واحدة المباني وانت نظرة ما تشري شقة تمليف وتدفع الاثنين ومص في المية هي تدفعها مرة واحدة بس انا بيدفع كل سنة ليه انا عرفش بقى هو شجحة هو اصلا اللي بيدفع اطالي بماشي ما هو هو اللي بيدفع عشان هو التاجر عشان هو التاجر انا بتكلم على الانديوزر اللي هو المستخدم النهائي لكن مش بتكلم على التاجر طيب وين 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 سيليم بويل هنقول مسال يفندب مية واربعين علم مية واربعين علم مية واربعين علم طيب ده كده التمرين بتاعنا على التانية بيقول لي اشترك جاز بمبلغ مية وتمانين الف جيد دفع العشرين هالف بنيه يعني مصاريف تأمين اثناء النقل فدي حضرتك انت مش كل يوم وانت هتدقلها هي هتفدق المرة واحدة بس هي مرة واحدة هتاخدها من الاجانس لحد تحت البيت عندك يبقى هي هتفدق المرة واحدة بس التأمين ده يدفع ايه مرة واحدة بس وهندفع عليها داكس هندفع عليها ضريبة برضه هتدفع مرة واحدة وانت بتشتري بعشد تلات جين هند ويل سيلنج سوف تباع بمبلغ مئة وربعين ألف نزدد لي ايدك وعمل لي زون وعمل لي زون يعني عشان ايدك عالية فعندي في الفيديو مش باين الراجل قالك تكسب لي أركوز فأركوزت معناها التكلفة فالتكلفة يا فندم هلاخد ساعر الشراف اللي انت اشتريب لي زائد جميع المصاريف التي تنفك مرة واحدة فقط فالتأمين أثناء النقل حيدفع مرة واحدة فالتأمين أثناء النقل حيدفع مرة واحدة هتدفع مرة واحدة يبقى حضرتك كده وقف علي بامتين وعشرة ألف دي كده مفهومة دي كده تمام اشتازيتنا تمام جميل جدا تعالي اروح للمطلوب التاني اللي بتكتب خلاص خلاصت النحاء دي امم دي خلاص تمام عشان بس ايه الناس تشوف المطلوب التاني يا فندم جاء قالك احسب لي الجين المكسب او الرص الخصار فحضرتك بقانون بتاعنا بالقول اللي بانتبالك بالعرب واحدة سعر البيع ناقص التكلفة ناقص مجمع الاهلاق او احنا ما ينفعش نحفازها كده دفتو يعني ايه نحفازها يعني نحفازها كده بالعربي عشان ما ننخبطش المكسبة بس تبعالك اللي سعر البيع اسمه سيلنج والتكلفة معناها قص ومجمع الاهلاق اسمه مش عايز مني قطر منك طيب سعر البيع قالك والسيلنج باي مئة واربعين الف يبقى انا عندي السيلنج مئة واربعين الف ما القصة انا لسه حاسبها ببين وعشر الف مجمع الاهلاق تسعين الف حد يكسب وقول لنا الله هتصرف ولا عشرين عشرين الف موجب موجب كده يبقى طبع معي الاهلاق طلعه الرقم بالموجب عشرين الف يبقى ده خسارة ولا مكسب اللي هو جين الجين يجي فوق ولا تحت في كده بفوما فاهمك فاهمك دفة لسه فضل افاد دفة وطالما عايزك ربح او خسارة لازم تعرفنا بعد كده فهو دايما التجارة ايه مكسب واشارة بقى لازم اعرف ان اشتريب بيكان ونبيع بيكان هتبقى موجودة في كاملة كمان كده صحيح تعالى بقى نروح نكد اليومات كده البعدتين دول حد لا في يوم حاجة حد مش عارف في يوم حاجة استاذنا باش افو كل سوم حضرت معنا يعني طب كمان تعالى بقى نشوف الليه الانتري اللي هو كد اليومات كد اليومات حت اساسات العمارة اساسات العمارة عددتيني فور كلمة كاش وترمي اكيوميليتي دي بريشيش انا باختصر انا باختصر ما كنتي مش هتكتبيها انت هتختارين هتصرفيني اه بس كده انا عزيلي بتعرفها تكرايا اه انا بس ايه اختصرت الكلمة اسمها اكيوميليتي دي بريشيش بس بتاعت كلمة كار زيش ابصي بقى انا كده انا بعمل ايه بحط الاول الاساسي اللي هو كيجي وان اساسيات بعد كده بقى نبدأ نشوف ايه انتينه حبة انجليزة على حبة رياضة الزيادات الزيادات عند الربحة اول ايه الخسارة هي هنا ربح هيبقى الربحة هيجي في تحتين في مشكلة كده وانا عملت القد دي كده مفهومة عايزين نحط الفلوس الكاش يا فندم بسعر البيع والكار يا فندم بسعر الساكلفة والباقي المبلغة الجيل اهو عشرين على الاكيوميليتي الاكيوميليتي دي بريشيشان اهو كان بالدولة يعني راحز ان دول اصلا مبالغهم موجود بس احنا الكاش والكارز مش عارفين بكيان فانا بقول لك الكاش بسعر البيع والكارز بالتكلفة السعر البيع هو بحة بكار يا فندم بمية واربعين بحط هنا في الكاش مية واربعين والكارز التكلفة اللي انا حسبتها اللي عندي المتين وارش عايزيني الكار اللي في المسألة فوق عامل ايه؟ لأ اما هو مش دفعت عليها فلوس تاني بعصود التكلفة اللي ايه بكوست اللي انت حسبتها عايزيني متأكد بنشوف المنين زي نفس اللي دلو تلو 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 صلاة كلام فاضي فيها مشكلة انت بس فاهمها استاذتنا جميل خلطة بيس لابسة ايوه لابسة طحة الايضة لعله راخل تمام؟ مستاذتنا وارا السفرة ولا موجودة يعني؟ تمس كده بكلام ده؟ مكنسوم طيب بيسي عن الدنيا تمام؟ خلاص ده كده محتاجينك اي معلومة تاني؟ نمسح بعد الان تعالا نشوف ضفطر السؤال يومية من عنده ادي كده ايه؟ اكلم ده ضفطر يومية ده مثال من عنده ده مسال من عنده ده مسال من عنده ادي الدبت واد الكريم ده المنزل ده المنزل ده مبت نسب عشبال ده هامره لك ازاي تعمل حاجة اسمها ضفطر الاستاذ اولا ضفطر الاستاذ اسمه لتجر. معلش? بيجي نظر ايه? ما عرق الجمهور بل. يبقى ضبطة الاساز اسمه ايه? لتجر. تعالك كده هعمل لك كودين تلاتة وانطبق عليهم. خلي بالك عشان تعمل لتجر. عشان تعمل لازم تكون عامل كود يومية. لان ده بيترطب على ده. فهحط كده اي حاجة من عندي? هحط هنا مثلا كاش وهحط هنا مثلا بلدنج. هنا مثلا مية الف. وهنا مية الف. حد شاطر يقول لكود ده احنا عملنا ايه? يعني نعملاني نعملاني نعمل. طالما الكاش فوق يعني الكاش زاد. زاد والقصولي وممتلكاتي زاد. وطالما البلدنج تحت موالبلدنج ايه. انا مية ايست. انك بقى تيقي اللي هولي. ايه. ولي. ميش? لو جيه قال لي مثلا ايه مثلا مثلا اتكون بيامون. driven. GOOD کوش. هنا خمس تلاف وهنا خمس تلاف دفعت مرتبات مرتبات وخمستاشر عالتك هتلينا واحدة يا دكتور لو حصن لا انا مش عشان يبكيد وانا مش بقبوها بصي هسيبها مع قدك لحد ما تتخرجي للكم انا عارف ان هي ملاقبات ايو انا هخليها معا حديتك طيب تعالا بقى هنعمل ضفة الاستاذ لكيش اولا هو المفروض ان احنا بنعمل لتجر لكل مسمى موجود هنا يعني المفروض نعمل لتجر لكيش ونعمل لتجر للبندي ونعمل لتجر للاتام انت بيابل والسلس الكيش يقرر لتلات مرات بس انا هاخد مثال الكيش على اساس ان هي اكتر واحدة موجودة فانا اخد الكيش اولا يا فاندي دفتر الاستاذ ده بنسميه حرف التين حرف التين طيب الجانب دوت عشان احنا بقى بالانجليش ده جانب الدبنس وده جانب الكريدينس اللي هو الدبنس وهنا بنكتب فوق كلمة كيش لما دفتر الاستاذ لو تلاحظ شكله ايه حرف التين او انا لما جيت اسمت عملت كده عملت حرف تي كبيرة وعطيت هنا عمود عشان نكتب الارقام وهنا عمود عشان نكتب الارقام هنا المدين وهنا الايه؟ المدع الانجليزي عكس العراق طيب تعال انا بقى نمسك قد قليل القد ده في كلمة كاش خبية او بلاشت خبية بلاشت خبية اخد اللي بعد لا لا الكاش هنا الرقم بتاعها بجايبين يبقى حضرتك تاخد المبلغ ده تحطه هنا في الدبنس بتغيش الكاش بس ما تكتب ليش بقى كلمة كاش اكتب اسم الطرف التاني اصدتها كده كده كاش هنا فمش هينفع تكتب كاش فوق وكاش بعد هو زي العرب هو هو فما ينفعش تكتب كاش هنا وكاش هنا هي كاش مش هتدلي كاش هي كاش قدت ليه للبلدنج او خدت من البلدنج يبقى بكتب جوه اسم الحاجة اللي موجودة معاها طب تعالوا نروح نتكتب لبعا اللي لسه ما فيمش نروح تاني هنا في كلمة كاش الرقم بتاعها في عبود الايه؟ يبقى روح احط خمس اناف في السي او بس احطوهم كلمة كاش لا لا اللي هي اتجاول بيه وهي لو جابتها يا دكتور بتطف بحاجة واحدة بس ما بتطلوش طبعا مش هيبقى فيه وقت تتعملين حاجاتي هو في الغالب بيبقى الكاش لان الكاش اكتر واحد عليه شوه طيب تعالوا مسلا نروح هنا وهنا كاش فيه كلمة كاش ايه؟ الرقم بتاعها موجود في السي او يباخد الرقم وحطو برضو في السي او خمسطاشر اقل بس اكتبوا باسمي سالة اه صعبة؟ فيها مشكلة؟ رب ما عملش حاجة لو بشوف كلمة كاش موجودة فين وحط الرقم بتاعها في بكانه صعبة؟ صعبة؟ طيب تعالوا نجمع بقى هتتفعل مهور ده انت هتعملين ده دفتر اليومي موقع لدي ده لو الانتحاق مخالر ده لو الانتحاق مخالر بسي بسمع في المتحانين اللي فيتوا الامتحاق السبقة جايبينها مخالر انا معي المنزمة جايبين تي مخالر صعبة؟ بنسبة فيله هيتبقى بنسبة له طيب نسمع بقى. تعالى بقى نجاح خاطر. لأ انت المفروض بما فيه تمريح. محمد سأل سؤال كيف حال. انا احنا فارد ان انا عندي هنا سلاريز ورينت وبعد كده كيش. وحطيتنا كده في السلاريز الفين. وهنا في الرينت تمن تلاف. وهنا في الكيش هنا كلمة كاش. الرقم بتاعها موجود فيه. يبقى احطينا عشر تلاف. انت بعم جفها سلاريز. وهو هيجيبني النبالك في نفس المشهوم من الكاش. يعني دي بتكون مسألة. واحنا بنعمل الدفتر ده بعد كده نعمل. يعني ما تبديش حاجة. مش نسمة اصلا. مش عدودة. ماشي. طيب. تعالى بقى اخر اخر خطة عشان تخفى. اخر خطة عشان تخفى. اخر خطة عشان تخفى. موسيقى. الناحية دي مضحة ميت الف. الناحية دي ما فيهاش برمية بس. والناحية دي لو جمعناها فيها تلاتين. ميت ucking بالطريقة. انت المس εκ garment仔. undi تعمل اك Klunbe ni conven ок ax, قلب حسنة بس. قلب حسنة. ما هي возьرب حسنة. كرز عليه وسنا نحن بت seal being mudă culo nucleoaealer. ولا تغلب institute. فمشayeك ayuda. قال آ readings. اختي العطل من البيض انها انا تبعها انها اختيت مصر شئ كذا انها اختبار انها اختبار انها اسطنت انا اختبار انها مجموعة انها حتى تنزي احنا كده جمعنا الناحية دي لها الجانب الديبط طلع بكام وجمعنا جانب الديبط طلع بثلاثين صحي كده في فرق بينهم ولا مفيش السبعين السبعين ده السبعين ده بنسميه بلانس بلانس يعمل داني اقول لك انا عملت ايه هو ليه ليه انا جمعت الناحية دي فيها مثلا جمعت الناحية دي فيها كام دلاتية دي الفرق ما بينهم صح keskam فالفرق تعلق كام نسميها بالانس سعبة بالانس بيه بالانس يعني ايه طائق رصيد حلو كده الرصيد ياخد اشارة الكبير الرصيد ياخد اشارة الكبير هنا مني الكبير الدبط ولا الكدد الدد يبقى ده نقول عليه ايه دبط يعني ايه? يعني مدينة نقول تاني اقول تاني صح? اقول تاني. جمعنا الناحة دي فيها كام? مية. مية. ايه ما نفعش ده الرقم واحد بس? وجمعنا حبة الارقام دولي هنا مجموحهم كام? تلاتين. طب المية والتلاتين. في فرق ما بينهم ولا ما فيه شيء. في فرق ما بينهم كام? سبعين. دي صعب الخطوة دي? الخطوة دي تسميها بالانس. بالانس يعني ايه? رصيد. طب عايزين نعرف بقى رصيد مدين ولا رصيد داين? ياخد اشارة الكبير. هنا مين الكبير? المية ولا تلاتين? والمية دي اسمها ايه? يبقى البانس دا اسمه ايه? طب لو كانت دي مية و تلاتين. يبقى ساعدنا يبقى نسلونا عليه كليس. يبقى الرصيد ياخد اشارة الكبيري. الرصيد ياخد اشارة الكبيري. تمام? ضغطة الاستاذ? طيب. كده محرمتكمش من حاجة. كنتم عدد نفس فيه. مش عايزين? مش عايزين? مش عايزين? مش عايزين? مش عايزين? طيب دي كده عشان كان حاجات بس ناس ايه? طلبها فازن فضالهم متين. تعالوا بقى ناخد كاسويات الجدير. نخبص منها كده. ولو ربنا كرامة كده لنكن ناخد حاجات كمان فقاية. مبدئيا بص النظري حضرتك انا حضرتك في النظري اتنين وتلاتين جملة. افهم بس هقولك النظري سريعة. انا حضرتك في النظري. ايه? ايه? بلطل يومين. في الملزمة اللي احنا وضينا النهاردة. اهيلك ملخص النظري. حضرتك ملخص النظري ده? ده مش اسئلة صح وغلط ولا اسئلة اخطر. ده ده الشرح. ده الشرح. افهم انا عامل لك ايه? انا عامل لك تلاتين اه اتنين وتلاتين سطر. ان شاء الله يعني النظري سواء صح وغلط او اخطر مش طالع منه. مش طالع منه. ممكن بقى يجي لك السؤال صح وغلط وممكن يجي لك ايه? اخطر. طيب انا مش عايزك تقعد تحفظ نظري. انا حضرتك هتلاقي مسلا في كل عبارة عامل لك بلون تييل وتحتها خم. يعني انا بقول لك ايه? اني مسلا في اول عبارة حتى هترجمهم لك طبع. اول عبارة بيقول لي قاهمة الدخل. يبقى العبارة دي بتتكلم على ايه? قايمة الدخل. بيبقى قايمة الدخل دي ممكن يجي عليها سؤال صح وغلط? ممكن يجي عليها سؤال اخضر. قايمة الدخل. بتتضمن او يعني جواها. او تشمل. يعني الارضاء. يعني مصروفات. والنتيجة ما بينهم. يعني صافي. او ممكن تيجي كنه صح وغلط كل دي? ممكن بقى هو يعمل يا استاذة. يجيب لك العبارة صح وغلط. وبدل ما يبدأ هالك بكلمة يقول لك بدل يشيل الكلمة صح ويحط لك مكانها كلمة ايه? غلط. فانا عايزك تحفظ العبارات دي ازاي? احفظ الحاجات اللي انا حطيت لك تحتها الخط. ماشي. يعني لما تلاقي كلمة ايه الكلمات الدلة بتاعتها? كلمة كلمة دي كلمات الدلالية. بقيت العبارة ملوش لازمة. يعني بقيت العبارة بالنسباني ملوش لازمة. تبتاني عبارة. يعني قائمة المركز المالي او الميزانية. بتشمل او تتضمن او تقرير جوة ايه? جوة. يعني اصول. يعني خصوم. يعني حول ملكية. يبقى ممكن اول عبارتين دول او اول سطرين دول يجيب لك فيهم صح وغلط. يعمل ايه? يشل لك كلمة ويحط لك مكانها كلمة ايه? او يعمل ايه? يحط لك كلمة انكم استيتميني. بس يقول لك يا طاري ان الانكم استيتميني بريزينت اسيتس. الديليبيلاتيز. الانكم استيتمينت فيها ايه? and the expense. وصلت لكم. ماذا تبعا منه يا هبابا? ايا منه. فده ليلة اللاثري فترجموا لك وحنقوله بس يعني ايه? انا عايز افهمك انا عايزك تذكر الزي. ان الحاجات اللي انا حطيت لك تحتها خطوط دي كلمات ايه? دلالية. لما تشوف قائمة الدك يبقى لازم الجملة يكون فيها كلمة وكلمة 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 تسويات الجردية حاجة قابلة جدا يعني. مش هتذكرها من ملزمة الشرح الكبيرة. مش هترجم البقى ده. هترجمه بس عشان ما نوشه دعوة من النظر بقى. التسويات الجردية دي يا شباب ما تذكرها شغر من ورقتين اللي هنا عملهم لك دول. يعني هي موجودة في ملزمة المرائل الكبيرة دي يسيبك فيها. تتذكره من ايه? ماذا هيخد معنا امتحان? ماشي. خير. بص يا فن. التسويات الجردية. التسويات الجردية. اسمها او 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 يعني تسويات الجردية. بص يا فن. التسويات الجردية عندنا. في تسويات للمصاريف. وفي تسويات للادوات الكتابية. وانا بعتبر الادوات الكتابية زي يزال نقول. بس يعني فصله. وعندنا تسويات الجردية للاراضات. وعندنا الاهلاك. على فكرة الاهلاك ده اللي خلصنا المرة اللي فاتة. اللي هو بالقول. من الهو قيد واحد وخلص هو. فده خلصنا المرة اللي فاتة. الاهلاك. دعنا بقى ايه? نشوف المصاريف يا فن. المصاريف في منها نوعية. في مصاريف مدفوعة مقدما. يعني ايه مدفوعة مقدما? يعني انت مفروض مسلا بتدفع ايجار شهر. حيبقى قعد في شهر ايجار. فبتدفع مسلا ستمائة جنيه. فانت ربنا كرمك وجات لك جمعية فقلت ايه? انا هدفع ايجار لحد اخر السنة. ولا احد ماك. واحنا لسه في شهر اتنين. فانت هتدفع عشر شهور مقدما. يبقى ده كده اسمه ايه? مدفوعة مقدما. طيب. الحاجة التانية تي حاجة اسمها مصروف مصطحق. يعني ايه مصروف مصطحق? انت ايجار شهر ينار اللي خلص انت لسه قصة ما دفعتوش. وايجار شهر اتنين لسه ما دفعتوش. ما عندك يعني زلق في الفلوس وما دفعتش. يبقى دي اسمها ايه? مصاريف ايه? مصطحقة. طيب. بص يا فاني. بالانجلش بقى زلطة? حاضر يا فاني. اناي يا الله. اما بص بقولها بص يا فاني. اه. طيب. بص يا فاني. المصروف المدفوع مقدما اسمه بيري بايد. بيري بايد اكسيبينس. يبقى كلمة مقدما بيري بايد. ماكسيبينس انت عارف ان هي مصروف. فما تشغيل شوالك دي. يبقى كلمة مقدما معناها ايه? بيري بايد. بري بايد. في التمرين بيجيب لك معاها كمان كلمة ادفانس. ادفانس يعني دفع مقدما. يبقى كلمة مقدم معناها بري بايد وادفانس. في التمرين هتجي كلمة ادفانس. بس لو انت بتحل هتختار كلمة ايه? ماشي كده? طيب. لكن المصروفات اللي هي المصدحقة. المصروفات المصدحقة. هتلاقيها اسمها يعني مسلا لو هي ايجار يبقى قول لو هي ملتبات اقول لو هي قهربة اقول يبقى كلمة مستحقة بنقول عليها ايه? بيري. كلمة مقدما بنقول عليها ايه? بري بايد. دي فيه مش كده? ماشي? مهم. يبقى تاني. مقدما معناها بري بايد. ومستحقة معناها كلمة ايه? بيري. طيب. تعالى نفترض كده اي مساء. هفترض ان انا عندي سالاريس مسلا بخمس تلاف جنيه. عندي مرتبات بمبلغ خمس تلاف جنيه. طيب. لما بي اعمل الوقيت بتاعي. حضرتك تقول ايه? خلي بالك اللي انا هعمله ده. هتعمله سواء مقدم او مستحق. سواء مقدم او مستحق. نجي يقول كده. بالخمس تلاف. ده يكتب فوق. ونيجي بقى تحت. لو هي مقدم فانت تكتب بري بيد سالاريس. بري بيد سالاريس. طب لو هي مستحقة. لعكس. اكتب سالاريس بي. يعني ايه بنبدأ بكلمة سالاريس. يبقون كاتب كلمة سالاريس بي. انت كده كده مش هتكتب اقول ايه? انت كده كده مش هتكتب. انت كده كده ايه? هتخطأ. يعني انا مش هتشغل بالي انت هتكتب ايه? انا اللي عايزك تحفظه. ان كلمة بري بيد معناها ايه? مؤادم. وكلمة بي بول معناها ايه? مستحق. بس انت تبقى فاهم ان في حالة المصاريف كلمة بري بيد او كلمة بي بول تيجي تحت. امش عزب ان اكتب من كده. وانت بتعمل كده تسوية. سواء مصروف مؤادم او مصروف مستحق. كلمة بري بيد او بي بول? اكتبها فين? يا دكتور. اصابة المصروف. اصابة المصروف فوق. اه. اه. وكده كده كده. اه. يعني ثانيا دفع. يعني بري بيد نجيش اه نذيج? لا. في التسويات بتاعتنا هنا خلاص هيها كلها تحت. بقى بتاعها? اه. بس هو كده واحدة. جانا يا تعالي ناخد مثال. ناخد مثال. اه. هنيجي نقول لك مثلا ايه? اكس واي زل. بي ان اضانس. بي ان اضانس. يعني ايه? بي ان اضانس. يعني دفعت مقدما. كلمة يعني دفعت ايه? مؤادلة. هنقول مثلا. خمس تلاف جنيه. مصروف ايجار. مصروف ايجار. دفعت خمس تلاف جنيه ايجار مقدم. عايزين منك الادجاست اسمه كده. ادجاست انتري. ادجاست انتري يعني ايه? يعني الكير التسويق. بحضرتك هتعمل ايه? كده كده تكتب فوق اسم المصروف. اللي هو ايه. ايه. صعبة دي? لا. قتب تحت بقى. هل هو مقدم ولا مستحق? والرجل قال لك كلمة ادفانس. ادفانس يعني ايه? مقدم. طب في الاجابة بقى اقولها بي اقول ولا بري بيد? بري بيد. الاجي تحت كده ايه اقوله ايه? بري بيد. في الخمس تنبيه. واحدة كمان? ايه. واحدة كمان? واحدة كمان? طب انا شوف تمرين ببة عشان يبقى الزابط. يشوف طميما هنجم عملش من حاجة جماعة. انا بات كتير بيب بريبيد او بيب التحجز. او رنت بيب. او رنت بيب. او رنت بيب. لا. لو انت دفع مؤدم. ولو انت عليك مستحق هو هنا بيقولك الزابط سانيا عقل. هنا بيقولك الزابط. الزابط يعني مؤدم. فمؤدم انا بقول كلمة دي. بني دي? ايه كريدي? انا ما تفهمك المعنى بس تشرق اسمها اكت وانا لكن ايك تلقي باسمها ايه? ايه يا اولا. تضال مع مدنة الوزن نا تاني ووراك البلد هدوك تاني اه بس اتشرح اتشرحوا بها نعم اشان ممكن اجلنا انا ووراك مزين ايو انا مش بيصال على قوية التسوية انا بيصال على قوية السادات انا بيصال على قوية السادات حاجة تانية خالص اه دكتور فده مش كد التسوية ده ده كد يومية عادي خالص اي عادي يومية هوا بيقولك دفعنا ايجار كاش فمن حساب المصروف لحساب كاش ده ده كد عادي خالص مش كد تسوية فالمطلوبة هيجي يقولك يا بازمة adjusting entry كد التسوية طيب تعال نشوف مطلوب تعال نشوف مطلوب هات كده صفحة اربعة عالفكرة العمارات اللي انا جبالك دي جبالك من امتحانات امتحان البيت اللي فات وامتحان البيت يعني نشجي بالعبارات دي من الخراع اللي هيرجع للامتحانات هيلاقي العبارات دي من الخراعات تعال كده عام نشوف ايه حبارة اول عبارة مثلا بيقولي ايه فم بقى احنا بنحسن ازاي اول عبارة اول عبارة في صفحة اربعة قم ديسمبر واحد واحد ديسمبر وواحد اثمار شهين واحد اسمه شهين اسمه كده بيد الفين وربعمية مقدم 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 صح؟ هقول تاني تاني بص يا تاني الراجل بيقولي في واحد ديسمبر في واحد ديسمبر شهين بيد دفع هلفين وربعمية جنيه كلمة دي يعني سدد مقدمة يبقى انا اللي بي اسأل لولي هو انا هاعرف العبارة مقدم ولا مستحكم مين وهو الراجل بقولك اين هاتفانس هاتفانس دي يعني مستدامة هاييك مش هحريبك هماما يا لات المهات هاييك بس ما تستعجبش على لازم قالك دفع مقدما خلي بالك بقى بالترجمة للنبي عشان ليه احيانا مش يجيبلك الرقم بص الراجل كتبلك اول عبارة في صفحة اربعة شور اول عبارة في صفحة اربعة شور بص الراجل ايه مش هين عليه يكتبها كده مش هين عليه يكتبه الاربع رقم فكاتبلك ايه لمدة اربع شهور يبقى الراجل دفع الايجار ده مقدم لمدة كم شهر اربع شهور لو حضرتك كده بتشغل دي يعني اللي هما شهر ديسمبر هم من واحد ديسمبر وشهر يناير وشهر فبراير وشهر مايس صح اول راجل ده في اربع شور بزيادة جميل طيب الراجل قال لي بصيبه انا باسمه ادجاستنجينتري ادجاستنجينتري بقى كود تسوية طالما ما كتبش كلمة ادجاستنجينتري بقى كيود اليومية العديدة بتاعتنا خالص لشان يجي جنبها ضروري كود اليومية الضروري او الاساسي عايز مني كود اليومية امتى يا فندم؟ في واحد وتلاتين ديسمبر يبقى كده عم طريق للعقل والمنطق الراجل عايز من ما كود اليومية بتاعة اربع شهور ولا بتاعة شهر واحد انا عايز شهر واحد بس طب هو الراجل بيقولك انا دفعت الفين وربعمية جنيه لاربع شهور طب لو انا عايز اعرف الشهر بكاف طيلا معاكم الشهر بكاف يبقى ده بسطومية وده بسطومية وده بسطومية هو الراجل بيسقالني على الادجاستنج بتاع ديسمبر بس يبقى انا لما هعمل القيد هعمله بالالفين وربعمية كله ولا بالسطومية بتاع ديسمبر بص يا عمو انا بغمضة هوا هو الراجل ده دفع ايه؟ دفع انشورانس دفع انشورانس بص حاجة هكتب كده هكتب كده بالستمائة جنيه. طب وكلمة يعني مؤدد. يبقى تحتها لقي كلمة بالستمائة. بس نبقى بتخطوط. يبقى الاجابة السليمة بتاعتي حرف ايه? حرف ايه? مش البي. واحدة كمان. واحدة كمان. ماشي? واحدة كمان. بص يا سايدنا بيقول لي. يعني تحميل يجري. في كده ضبط الوادرات اللي لما هو دفع موادرات كلا بمحافظة مواجهة. يعني مستحبت عالطرف ايه? دايما للمحاسبة امين سعبت عالطرف. لأ ولما دفع دلوقتي هو اخر الشرق. لأ يعني انا هاجي برضو الواحد وتلاتين اقول بعدها لأمراج الدافع خلالها. صح? والراجل دافعا. هيجي بقى انت انت بقى جيت يوم واحد وتلاتين. يقول له انت علي التأمين يا عم انا بديك في اول الشهر. انت مالكش حاجة عني. وصلت. طيب تعال نشوف عمالك دي. مسأل. ايوة انت اسأل. عمالة رقم اتنين بيقول لي كيه? قول مايو واحد. في واحد ماليو. في واحد ماليو. اللي هو شهري بخمسة. الفين وطمنتاشر. اي بي سي كامباني بايد. اربعة وعشرين الف جنيه. ايه? ادفانس. ايما دفع ايه? مؤادة. يعني يا بشر راجل مخشيش اقول لك ايه? ادفانس. دفع اربعة وعشرين الف جنيه مؤادة. لمدة اتناشر شهر. يعني هو مفروض دافع الاربعة وعشرين الف جنيه لاتناشر شهر الادام. طب حلو. دول يا فندم بتوع ايه? قال لك اس ارنت. اس ارنت. ده ايجار حلوة او. لاجار المبنى. قال لك سرو ابريل الفين وتسعتاشر. لحد ابريل الفين وتسعتاشر. يعني من اول مايو الفين وتمنتاشر. لحد تلاتين ابريل الفين وتسعتاشر. ما هم هم دول كده سنة? اه. هم دول كده سنة كامل. ماشي? بيحور عليك بس في الكلام. قال لك الشركة. يعني الشركة. عاية تسوية. لازم يكتب لك كلمة دي عشان تعرف ان دي كيوب تسوية. ما كتبش الجملة يبقى ده كيد عادي من حساب وايه لحساب. طيب. في واحد وتلاتين دي سنة. بص بقى كده يا فاند المشتزل معاو فايكو. حضرتك انت دفعت ايجار يوم واحد خمسة الفين وتمنتاشر. مكتبهم بالعمل. واحد خمسة الفين وتمنتاشر. بفوض الايجار ده مدفوع لمدة ايه? سهل. يعني معاك بحد يوش تلاتين اربعة الفين وتسعتاشر. في العبارة سألك على كل تسوية. امتى? يوم واحد وتلاتين اتناشر الفين وتمنتاشر. اساملك اللي ايه الموضوع في النصة? وقالك انا عايز مني كود التسوية يوم واحد وتلاتين اتناشر. يبقى رقم واحد. احنا لما نيجي نعمل كود التسوية نعمله بالسنة كاملة? ولا من اول شهر خمسة لحد شهر اتناشر? هم بدون المدة اللي انت قضيتها. يعني انا لما اجي حل يا دكور الفين ده اول حاجة بص عليها التواريد. اطبع. عشان احسب الحزب اللي هو ايه? صح الله ينور عليكم. واشوفوا بقى زكاة مقدمة ولا مستحار. الله ينور عليكم. اخطر الوزيون. بلينس يا بلينس. بلينس. تانية يا شباب. بص احنا بنترجم واحدة واحدة. الراجل دفع الايجار يوم واحدة خمسة. قال لك يا فندي بخد ايجارة هوت لمدة سنة قديمة. يبقى الراجل ده الحد يوم تلاتين اربعة باشا مش ها تيجي تقول له انت عليك ايجار. ماشي كده? طيب. انا بقى عايز اعمل كود تسوية يوم واحد وتلاتين اتناشر الفين وتمانتاشر. يبقى لما اجي حزبك احزبك على السنة كلها? ولا على المدة دي بس? نعم المدة بس. عدوهم بعد. لما اقل لك يوم واحد يبقى نعيد شهر خمسة. لما اقل لك واحد خمسة يبقى نعيد شهر خمسة. يبقى خمسة وسيتة وسبعة وتمانية وتسعة عشرة احتاشر اتناشر. مش عيب ان انا عدت عليك. طيب. تعالي بقى احنا عايزونا نعرف في الثمن شهور دول بكيب. انت لو حضرتك بتفقري هتقولي الاول انا هقسم الاربعة وعشرين انا عشان تعرف ايجار الشهر الفين. يبقى الالفين دول عضربهم في تمن شهور يعملوا سفتاشر عشرة. طب يا فندم الراجل قالك في العبارة كلمة يعني ايه? يعني بريبيد ولا بيعوا بريبيد بتاعها ولا تاعها? يبقى انت هتختار رينتي اكسبانس بريبيد رينتي. رينتي اكسبانس بريبيد رينتي. انا انا ما طرفتش هنا السمانية على اتنسرينة. والله صح هي هي هي? اه هي هي. اه هي هي. والنقبة تطلع اي 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 اي? اشان تطلع محمديني يعني. كل يا فندم. خلاص بيبيس يعني? طب زيان كل. يبقى انا الاجابة بتاعتي السليمة هتكون حرف الاي? طب واحدة كمان. مين عايزة تزيل? اشتزيل تانا عبر. رقم تلاتة. رقم تلاتة. رقم تلاتة. عاييك يا باشا والله كلها عاييك. رقم تلاتة بص بيقولك ايه? صح صح? اون مارش. في واحد بارس الفين وتسعة. وتسعتاش. هل يبقى انا معايا في واحد بارس الفين وتسعتاشر. ايه اللي حصل? قالك اكمبني بايد ستة وتلاتين الف جنيه. تمام. دفعت ستة وتلاتين الف. اه. بتوع ايه? قالك فور وان يير. لمدة سنة. يعني ستة وتلاتين الف دول مدفوعين لمدة ايه? سنة. بتوع ايه يا فان دمي? قالك وصيقة تحميل. يبقى مدفوع ايه? موعدة. زا ادجستنج جورنال انتري. قيدك تسوية. طب انت الوقت دفع لمدة سنة. لمدة سنة. يبقى انت معاك لحد يوم تمانية وعشرين اثنين الفين وعشرين. كده سنة من اول واحد تلاتة لحد تمانية وعشرين اثنين كده سنة كاملة. ماش كده? الراجل بقى جي فرملني. وقال لنا عايز منك الاتجست يوم واحد وتلاتين اثناشة. يبقى انا كده احزبك على السنة كاملة? ولا على المدة دي بس? المدة دي بس. يوم على اديك. بلاش فازلك. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اثناشة. عشر تلاتة. طرامة قال لك من واحد تلاتة يبقى لازم عيد شهر تلاتة. ماش كده? يبقى لك كده معايا عشر شهر. احنا نعمل يا استاذة الاول. هنقسل الستة والتلاتين. اتناشة. 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 ستة والتلاتين ببقى السنة كلها. اه اه يعني ما قالوش من اول الشهر. ابدأ بقى حسن من اللي بعد. طرامة قسرت الشهر بيوم خش علي بعد. فكده طلع معايا الشهر الواحد بتلات تلات. بس انا هنا بتحسب الحتة دي على كم شهر? عشر. بس ما على فكرة عايزة تحلها بيش نوب تاني. بس ما عايزة تجيبها من خطوة واحدة. تقول لك ستة وتلاتين الف في عشر شهور على تناشة. صحة. فتلطلع برضو معايا تلاتين الف. طب يا فندم قال لك. استاذت. قال لك. يبقى دي كده مقدم ولا مستحر. مقدم. مقدم. يعني بريبيد ولا بيع. بريبيد تجيب هو صعبة? كم مشكلة? انا حسب مش هو قال لك لغيفة سنة? فانتوا السنة دي يعني من واحد مارس او بصي عشان من واحد مارس الفين و وتسعتاشر لحد واحد مارس عشرين عشر. مش كده سنة ايه? بايم سنة ايه. زينة. آآ. باكة واربعة. اسمي عايش افرايموس. صعب كده المصروف المقدم. طب نشوف لو حاجة بقى ايه? مستحقة. نشوف بقى لو المصروف مستحقة. بتعبينيه. هلا عنيك صارحة. دعلك كده ايه اشتازة زينة. اشتازة حضر حالك عشان بس حالك. اشتازة اللي بتصور. اشتاز نورك. حضر حالك عشان بس حالك. بيقولك حاجة زينة. بيقولك حاجة زينة. طرطة مربعة. مين زينك? بيه اي بي سي كامباني بيد. بداية الجملة كده. بداية الجملة كده. الف بيه بتقولك ان الشركة دي كده لسه عليها مرتبات مستحقة. يعني بداية الجملة بتفهمني ان لسه فيه شخص الناس محاولتو. ده اللي انا فهمته. انا ما عاربش. بس انا بقولك دست التجملي. ان الراجل بيقول لي شركة دفعت مرتبات حداشر شهر. طب يا فندم هي السنة اتناشر شهر. الشهر اللي باقي ده راح في انجي. باكيد الناس لسه ما اباضلش. طب لسه ما اباضلتش دي. يبقى دفع مرتبات مؤدما ولا دي مرتبات مستحقة? مستحقة. شوف انا من حتة صغيرة في امت الجمهة. بس انا هكمل. دفع تكمل حاجة زينا باتنين وعشرين الف جنيه. مستحقة. يعني في حالة المؤدم بيقول لك كلمة advance. وفي حالة المستحقة بيقول لك ايه? يعني ما فيش كلمة غش اكتر من كده. طب حلو اول. باي الفين جنيه. يعني لسه في مرتبات مستحقة هزينا بكام? الفين جنيه. بتاعة شهر ديسمبر. مو ده اللي انا فيه انطوا اصلا من اول عبارة. عايز بتاع واحد وتلاتين اتناشر. اللي هو الشهر بس اللي لسه ما تدفعش ده. يبقى انت حضرتك دي مستحقة. اسمها بريبيد ولا بيا بول? بيا بول. بالشهر اصلا من قومة. وبيا بول كده كده لازم عتيجي فيه? يبقى انت هتقولي فوق سنة. 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 انت مش هتقول انت هتختار. تهمي الفكرة انت هتختار مش اكتر من كده. طيب. يبقى الاجابة بتاعتش سليمة حالية. اخشت لبعض يعني ايه. ناشي. دي كده المصاريين. تعال شوف الاراضات ده. اشوف الاراضات. شوف الاراضات. ام ايه? اشترون كده ما جيتش شوف بقصري. بقصري. ايه. لأ ما ده. اليوم الجمعة? اه كنت عادة ودية. ده عدن معايز معك فاطمة. ده عدن معايز ايه. ناشفكر? عمد للحق مرعي لما خدت رقم بقعد لا بك رجوع على الابن لا بسان المفاولة شورة جمع أيوا شوف انت لا أبو انت لنت البيت كده بتغطوش نجال مع انتان جيره مو معليك طيب تعالى كده فاندي نعم المراقبة السريعة احنا خالقهم المصارين يا بريبيت اللي وطا مجلوبين وقلنا بريبيت الكلمة بتاعتها ايه يا اما بيابل والكلمة الده بتاعتها بيابل ما فيهاش حوار يعني مجل ما بيطورش بس اللي اتنين سواء مؤدم او مستحق بيجو فين تحت ايه اكس يا باشا في الاراب ايه اكس بالاراب تعالى نشوف كده في الريبيت هي بس المسمايات اللي هتختلف الارادات اللي هي الريبيت هو ايه ايه اعاني مش فيهش كده مش فيهش كده وانا شل بس الله ايه لا اعلم طيب برضا عنك يا عم يام ياما يمكن اسمه اراق محصن مقدما يعني حضرتك تقلب تقلب فلوس مقدم ياما يكون لسه لك فلوس يعني انا عديك مثال افترض ان انا راجل دكتور بشان. دكتور مسلا جراحة. فجاني اريد اعمل له عملية في خمسين الف جليل. فهو اقول له لازم تديني مؤدم. عشان اعمل لك العملية يوم الخميسة جاية. اه. فكام يا عم عايز مؤدم؟ اقول له اديني مؤدم اتعاج انشيل الف. عشان اجاز دكتور التقديم ومش عارف ايه الكلام داخل. يبقى انا واخد من ه مؤدم كامل. ولسه ليه كامل. يعني شوف نفس الحاجة نفس الحاجة. واخد مؤدم ولين. ولين. يعني مؤدم ومستحق في نفس الليلة. في نفس الموضوع. طيب. الاراضة المؤدم يا فندم بيبقى اسمه ان ارند. ان ارند. بدل كلمة بريبي. مكتوبة والله مكتوبة في ماذا. بدل كلمة بريبي. يبقى المؤدم اسمه ان ارند. طيب. لو مستحق اسمه ريسيفابل. لو مستحق اسمه ريسيفابل. يعني بدل ما هنا كان اسمه بقى اسمه وبدأ اسمه تعال نشوف عبارات لأستاذنا اللي قلنا نسأل. الروح اللي هي رقم سبتة الاول ناخد العبارة سبتة الاول العبارة سبتة الاول العبارة سبتة ايه اه على فكرة مبدئية احنا قلنا المصاريف مؤدد او مستحق يدو تحت الارادات العكس يدو فين فوقهم يعني هتلاقي فوق يا كلمة يا اما كلمة ايه طيب ناخد العبارة سبتة الاول العبارة سبتة بيقول لك ايه شركة اسمها ايه هاد انكوليكتن لا انكوليكتن محصلتش في فرق ما بين كلمة كوليكتن كوليكتن يعني محصلتن لكن انكوليكتن يعني محصلتش يبقى بالعقله بالموت ما عبضتش ما عبضتش فلوس يبقى انت كده قابض مقدم ولا لسه ليه كراتكش هو يقول لك انا ما عبضتش يبقى انت مغمبت داي واعتبر ايه طيب جميل جدا بمبلغ خمس تلاف جنيه يبقى كلمة معناها مستحق بمبلغ خمس تلاف جنيه زي عايز منك قيد التسويق فانت يا فندم احنا قلنا في الايرابة لو هو مقدم هتقول عليه كلمة ايه لو هي مستحقها هتقول كلمة ايه هي هنا كاريكين فيهم تيجي فوق ولا تحت فوق يبقى انا هبدأ اختار في الاختيارات بتاعتي اللي فيها كلمة وجاية لي فوق تالي ايجابة بتاعتي السليمة فيها اللي هي اكون ايه حرفي ايه خمسات طيب ممكن نروحي رقم سبعة بيقول لك اكس واي اكس واي زد كامباني هاف ان ايرنت سيرفيس ريبينيو بص الراجل بقى ايه الراجل يعني بيخششك والله بيقول لك ان ايرنت يعني الراجل كتبقى لك بيسمها فان ايرنت دي معناها ايه مقدامة يبقى ان كلك مستحفة ان ايرنت مقدامة يبقى مش اي ان في اي حاجة يبقى ان كلكتب مستحفة ان ايرنت مقدامة ماشي طب يقول لك بمبلغ الفين جنيه عايز منك ادجاستنج انت يبقى احنا هنحط كلمة دية فوق بس فان تدوري في الاختيارات على الحاجة اللي فيها كلمة ان ايرنت فوق فالاجابة بتاعت السليمة فيها حرف الايه الايه صعب لحد دلوقتي ناخد اخر حاجة الادوات الكتابية عشان يبقى ايه ما هي بتاعت الادوات الكتابية اشراحها بس لها كده المصاريف الرضاة في المشكلة يبقى انا كده خلصت مصاريف وارضاء واهلاء تمام باين الادوات الكتابية والنعمة مساني ممكن بس يغير المبلغ يغير المبلغ او ممكن يكتب لك اغذرنت فوق ويكتب لك تحت كاش احنا احنا هنا التسويات دي ما فيهاش كاش خالص احنا بنبتب فوق بص كده بنبتب فوق وتحت اسم الحاجة يعني لو هي مسلا انت الرسل دي بتاعت كلمة انت الرسل تلاقي فوق كلمة ريفنيو وتحت كلمة ريفنيو فماصدي لكن ما تلاقيش فيها كاش طيب تعال اخوا بقى الادوات الكتابية بقى ما فيهاش مقدم ومصطحات هي الادوات الكتابية بنبتب فوق كلمة وبنبتب تحت كلمة اسمع معايا الادوات الكتابية ما فيهاش مقدم وما فيهاش مستحقية كده واحدة زي الاهلاك ما هو الاهلاك ايه؟ واكيموليت الدبريشيشن طب والادوات الكتابية بس بمزود فوق كلمة بس كده يعني انت بتكتب بس زود معاهم فوق كلمة ايه؟ والاهلاك واكيموليت الدبريشيشن يبقى فيه حاجات كده ايه؟ سواني تعالوا نشوف عبارة خمسة ايه؟ مية لأ مفيش تحت وفوق مرة تانية قلتلي كاور الادوات الكتابية تكتفي سبلايس سبلايس وفوق بس بحط كلمة يبقى لو لقيت تحت ما ينفعش تختارها ايه؟ ايه لازم تكون ايه؟ فوق رقم خمسة بيقولك في اون جان الفين وتسعتاشر في واحد يناير الفين وتسعتاشر ماشي ما قالوا يا عم ايه برشيد سبلايس اشترينا سبلايس بتسع تلات حلوة اوة سبلايس اون هاند سبلايس اون هاند يعني المتبقية اون هاند دي يعني الادوات الكتابية المتبقية يعني انت اشتريت للعيال بمناسبة العام الدراسي كشاكيله واخده وانشانه فطبعا انت بتجيب بالدسط فمش هتدي العيال الدسط هنبغوظوها فانت بتدي العربي عايز كامل حساب عايز كامل بتشيل الباقي في البوفيد لشيك كده طيب بيحصل انا عاد قال لك سبلايس اون هاند اللي احنا بنشيله في ايدينا اد زا اند اوف زا بيود بمبلغ الفين وتمنمية زا ادجاستنج انتر طب بصي عم احمد خلاص ادجاستنج انتر خلصوه هنحط فوق سبلايس وتح بس نحط فوق كلمة ايه؟ عايزين بقى نعرف المبلغ المبلغ بيكون ايه يا فن بقص انت اشتريب بتسعة متبقي متبقي الفين وتمنمية يبقى المستعمل كامل اطراح دي من دي ستة تمنمية كيد اليومية او مازاظ هنا مش المفتوح بدى انتينه ثمومية طيب رقم اربعة. المعدلة المحاسبية بتساوي زائد خلي بالك كل العبارات اللي عندك دي انا كتبالك بشكل صح. انا هنا بشرح. هي بقى بجيلك في صح وغلط. يقولك ليه في صح وغلط. المعدلة بتاعتي اصول بتساوي الخصوم زائد مفيش حاجة اسمها كده. المعدلة بتاعتي اصول بتساوي الخصوم زائد او رقص المال. انا بزاي طبعي. انا مكتوبة ايه? انا مكتوبة ايه? انا لو جتلك بحاجة 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 اسمها. انا انا بقولك دي متساوي دي زائد دي. انا كانت بحاجة بصح يا بتسأل حاجة تادي. الله ينور عليك. المعدلة المحاسمية هي الأصول بتساوي الخصوص زائد العول من كيلة هو كل الشرح ده صح ده شرح ده مش اسئلة صح وغلط انا باولك بقى لو جالك في اللي بتحن العبارة دي بس اقلك اسيدس بتساوي ليبالاتيز بس كده طيب رقم خمس اسيدس او اصول ريسورسز يعني الموارد يعني الموارد التي تمتلكها المنشأة يبقى انت خليك فاكر اسيدس يعني ريسورسز طيب ليبالاتيز ممكن عليها جملتين يعني خصوم او ديون يعني خصوم او ديون اللي هي ضد الاصول يعني او عكس الاصول طيب بقى ممكن بقى يجيبلك فالصح وغلط يقولك ايه صح وغلط يقولك ايه خصوك كده اهي كاتبها تحتين. رقم سبع. يعني الخصوم هي الديون على الشركة. كلمة يعني معناها الديون. يبقى ممكن يجيبالك بكلمة كلها مسميات. يبقى سبعة دي معناها الخصوم هي ديون على الشركة. دي الترجمة بتاعتك. طيب حقوق الملكية. زى اللي هي حقوق اصحاب الشركة. حقوق اصحاب الشركة. ميش? يبقى انت هتاخد كلمة مع اونر. اونر مع اونر. طيب رقم تشعر. طيب رقم تمامية. بصي. الشركة بيبقى عليها ديون لفرضية. يا ام عليها الديون لاطراف خارجية زي الضرائم. زي الجمارك. زي الكهرباء. يا ام عليها الديون لاصحاب الشركة. مش المفروض صاحب الشركة ده ياخد ربح من الشركة. طب ما ده دين عالشركة يا اعتبر اربا. يعني الديون دي ممكن تبقى وممكن تبقى ايه اونر زي ايه. طب ممكن تتفاهمنا ثمانية ثانية يا دكتور بعدين. حقوق الملكية هي حقوق اصحاب الشركة. ماشي. مرحبا. لامتلاك الوصول بس. لامتلاك الوصول بس. لامتلاك الوصول بس. انا طبعا كان ودي ان احنا نحضر برا بس. لامتلاك الوصول بس. انا والله يعني يعني اوهدتكم معانا كده بحاجة كويسة وجميلة. حابل الله يعني يتغر الدنيا كلها يا دكتور واحنا. نفق يا دكتور. انا بتوفيد شارع ربنا عدديني من. انا عز الامتحال. انا عز الامتحال. اه اعتبوا وسط خلاص مرحبا جماعة ترجع طيب تعال روح روح امتسم Fixed assets Fixed assets يعني الاصول السبدة الاصول السبدة اللي these assets هي الاصول are using to استخدم for more than